موسيقى سيتناول من خلالها الدكتور علي القسمي أستاذ مكوين بالمركز الجهاوي لمهانة طربية وتكوين وأستاذ زائر بجامعة النوصر اللي يحدثنا عن أخلاقية مهنة التدبير الطربوي في ضوء المنازعات الإدارية يتفضل مشكرا شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مهانة تفضل إذن شكرا زيزيلا السيد رئيس الجلسة سي أرقيبي ومن خلالك أشكر جميع الإخوة سواء ظاهرين على الشاشة أو جنود الخفاء خصوا بالذكر اللجنة التنظيمية لأننا نعلم جيدا المهام التي تقوم بها اللجنة التنظيمية في إخراج هذا العمل طبعا الذي لاش كأنه عمل متميز عمل ذو قيمة علمية أتى في الوقت المناسب وسنتحدث عن ذلك أخلاقية المهد طبعا بالنسبة ل أشكره طبعا كل متدخلين وكل شركة في هذا الندوة العلمية المباركة أشكره المركز الجهوي لمهانة تربية التكوين بجميع أطر إدارية وطرباوية أشكره كذلك الأكاديمية أشكره كذلك المركز المغربي لدراسات والإبحاث في حقوق الإنسان والإعلام خاصة دكتور علي كريمي أستاذنا الفاضل في مجال حقوق الإنسان أشكره كذلك كل أساتذة المكونة بجمع المراكز أشكره كذلك الأطر الإدارية المتدربة وأتمنى لهم النجاح وهم محظوظين بهذه الندوة العلمية القيمة التي لاشك أنها ستفتح بصيرة وستنور وقيمة مضافة بالنسبة للتكوين لتكوينهم الإداري وتكوينهم كذلك المهني طبعا بالنسبة لمداخلتي اخترت لها وطبعا نزولا عند رغبة أستاذ أستاذ الفاضي السيرقيدي اخترت لها موضوع دي الأخلاقية التدبيل الإداري والتربوي في ضوء المنازعات طبعا سأحاول أن أتحدث ونظرا لضيق الوقت النقطة التالية أولا سأتحدث عن أهمية هذه الورقة وأهمية كذلك الندوة النقطة كذلك الموالية سوف أتحدث عن المنازعات سأعرج على بعض المفاهيم النزاع الصراع أسباب المنازعات كذلك أسباب المنازعات أو النزاعات دخل طبعا بالنسبة لأهمية الموضوع لش كأن هذا الموضوع له أهمية وراهنية فمن أهمية هذا الموضوع ومن أهدافه أنه يسعى إلى تحقيق الأهداف الأخلاقية داخل الإدارة التربوية من أهدافه كذلك أنه يسعى إلى زيادة مستوى الوعي الأخلاقي لدى المرؤوسين خصوصا أن هناك ضعف أن ضعف ذلك الثقافة الشريعية وضعف الثقافة الأخلاقية كذلك كذلك لابد من زيادة الإنتاج داخل المؤسسات التربوية لتنال رضا طبعا الموظفين والمرتفقين وكذلك المواطنين لابد كذلك من نعمل على تقويبات الروابط والعلاقات المهنية بين المدير كذلك وبين المرؤوسين كذلك أخلاقية المهنة لها أهمية فهي تساعدنا على إيقاف هضر الوقت والاستخدام طبعا الأفضل والأمتل للموارد البشرية تفادي كذلك من الأهداف والأهمية دير هذا الموضوع أنه يسعى إلى تفادي الأخطاء والمشاكل في دول المنازعات طبعا التي تنشغ في المؤسسات التعليمية كذلك مهنة أخلاقية المهنة مهنة طبعا لها مرتكزات ولا يمكن الحديث اليوم عن مهنة التعليم دون إثارة هذا الموضوع دي الأخلاقية المهنة خصوصا أمامنا تحديات دي الأخليق المؤسسات التربوية أمام تزايد سلسلة من السلوكات لا أخلاقية السلوكات لمدنية السلوكات المشينة وغيرها من المفاهيم المترابطة طبعا لذلك فأعتبروا أن هذه النذوة هي بداية هي من أهمية بمكان سعى لتأسيس ميثاق مهم جدا يمكن أن تسير عليه المؤسسة التربوية ويمكن كذلك أن تسير عليه باقي المؤسسات والمرافق العمومية بشكل طبعا في حديث عن 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 الحديث عن المنازعات يفترض أن نقف عن واقع المؤسسات التعليمية في المؤسسات التعليمية بدأت اليوم تعرف توطرات في العلاقات التي طبعا تربط الفاعلين التربويين أمام تأثير مجموعة من أسباب القيم وخلخلت عدد من المبادئ وخلخلت كذلك مجموعة من الأسس وبذلك أصبحت مؤسساتنا التربوية كما أشار إلى ذلك الأستاذ علي كاريمي إلى أن هناك اليوم أصبح هناك مؤسساتنا تعيش مجموعة من مجموعة من الظواهر السلبية التي من الواجب التصدي لها فالمدرسة المغربية لم تعد تطلع اليوم بدورها الكامل في الطربية وفي نقل القيم المواطنة إلى متعلمين وبالنظر إلى تزايد مجموعة من الظواهر السلبية طبعا هذا باختصار شديد عن الأهداف الأساسي بالنسبة لكذلك أن الأسباب النزاعات داخل المؤسسات التربوية فهي كثيرة فالنزاع هو ليس حديث اليوم هو جذوره مرتبط بحياة الإنسان وهو طبعا مسألة طبيعية ومسألة صحية ولكن يبقى ضمن الحدود العادية طبعا لا ودى من الوقوف على مجموعة من المقويمات المرتبطة بتأهيل هذا المدبر التربوي وتأهيل المؤسسات التعليمية في ظل هذه الأسباب دي السوء التدبير دي المجموعة من الخلفيات ومجموعة الأسباب التي أصبحت تؤدي وتلقي بضلالها على المنازعات الإدارية طبعا الملاحظ أن مسيرات التي عرفت المؤسسات لم يصبحت الإدارة التربوية ممثلها السيد المدير أن من المعول عليهم في قيادة طبعا هذا الإصلاح هو في فض هذه المنازعات التي تنشأ وداخل المؤسسة صبح من مطلوب من المدير دي المؤسسة التربوية اعتماد حكامة جيدة وطبعا وقيادة الإصلاح بل كذلك مطلوب منه التغيير داخل المؤسسة وطبعا وتفادي الأخطاء وكذلك حل مختلف الخلافات والنزاعات التي التنشأ طبعا لأن النزاع هنا أفتح القوس لأن أقول أن النزاع الصراع هو بمثابة تعارض للمشارع أو وجهات النظر لدى الأشخاص فكثيرا ما تنشأ الصراعات من اختلاف المشاعر تجاه الآخر أو اختلاف في تنشئ إلى غير ذلك كما عبر عن ذلك كلوت كاناس في قوله ينتج الصراع عن تعارض في الحاجات والأهداف والقيم أيضا بين الشخصين أو أكثر فيبحثون عن الحل من خلال اللجوء إلى العنف أو من خلال التفاوض والوساطة وهنا يمكن أن يتدخل مدير الإدارة أو القائد الإدارة التربوية من أجل البحث يعني الحلول المرضية وفقا طبعا للمرجعيات مؤثرة أن هناك تداخل ما بين القانون والأخلاق حتى أنه درجة يصعب وتفريق بينها طبعا الورقة ستحاول أن تجيب عن سؤال إشكالي هو إلى أي حد يمكن للمدبر التربوي بالنظر إلى أسباب المنازعة التي تنشأوا داخل المؤسسات التعليمية أن يسعى إلى حل هذه الخلافات وتحقيق الجودة داخل المؤسسة التربوية بالاعتماد على أخلاقيات المهنة وباعتماد على مجموعة من المواصف بمعنى آخر ما هي المرتكزات والأسس التي يمكن أن يرتكز أو أن يبني عليها المدبر التربوي أو قائد مؤسسة من أجل حل الخلافات والنزاعات التي تنشأه طبعا نزاعات إدارية مادية مالية إلى غير ذلك فالملاحظ يمكن أن نبدأ انطلاقا باستقراء الملاحظ أن قيادة الإصلاح التربوية لا تخلو على مستوى المؤسسة طبعا من تحديات حيانا كثيرة قد تؤدي لخلافات ومنزعات ولكن القائد طبعا المتمكن ونتجبع طبعا بالأخلاقيات وبروح الممارسة الديمقراطية والتفكير كذلك الإيجابي قادر على تدليل طبعا تلك الخلافات وفض كل النزاعات ولكن في المقابل هنا كانوا من رؤساء دي المؤسسات ضد طبعا تيار الإصلاح بل يمكن أن يكون همه السبب في هذه المنازعات طبعا المدبر أو القائد التربوي يجب أن يكون يجب أن يكون وعيا يجب أن يكون وعيا طبعا بأدواره طبعا وعيا كذلك بمهامه التربوية ولا يرضى لمؤسسة أن تكون في هذا الوضع طبعا عندما يجتهد لفض نزاع يحاول احتواءه احتواء هذا الموقف وطبعا إعادة الوضع إلى ما كان عليه المدير كذلك الذي لا يمتلك قدرات توجيهية والتطيرية محدودة لا يمكن وما عنده شروط ديالتدبير أو عنده عقلية كذلك متعزريفة ومستبيد أو مريضة بالسلطة لا يمكنها أن يسهم في النزاع بل يمكن أن يكون طرق هو السبب في النزاع بالتالي غالبا ما تلجأ الأطور الإدارية أو الثربوية مضطرة إما إلى التحكيم أو إلى رفع الشكايات أو تظلم وحتى طبعا دعاوى قضائية إلى الجهة المختصة طبعا لفض المنازعات من المعلوم كذلك أن طورة النزاع يمكن أن تمر بواحد المصار اللي هو التطور تصعدي قبل أن يصل إلى الانفجار وغالبا ما يقوم على الفعل أو ردة الفعل طبعا مصحوبة بتوتر نفسي يجعل النزاع طبعا خارج حدود السيطرة طبعا أسباب المؤدية للنزاعات كثيرة فمنها ما هو مرتبط بالمصالح ومنها كذلك مثلا ما ينتج عن توزيع استعمالات الزمن بطريقة فيها إشحاف بعدا على حساب طرف آخر ومنها كذلك ما هو مرتبط الحاجات كالحاجة إلى التقدير مثلا لأنها للأسف الشديد كثير من 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 لا يتم تقديرها ولا يتم هذا من هذا هذا من الأسس والمرتكزات الأخلاقية كذلك التي يجب أن نعمل على تقدير والاحترام كذلك ومن سبيل التخليق والاعتراف بالجميل كذلك وهناك من الأسباب المرتبطة بالقيم كالحق في المشاركة المتنساوية هناك أسباب أخرى أكثر تفصيلية كثير من المرتبطة بالإحباط الذي ينتج عن إعاقة تحقيق أو الاستخدام سي للسلطة أو مثلا قضايا مرتبطة بانتهاك الحقوق وموارسة القهر أو مثلا الغلاق السابق الأخير كما يشير إلى ذلك دافيد كريش سيما في شخصية تتجلى في رفض المعارضة رفضا حاد لأن كبير بعض رؤساء وبعض مضارع يرفضون رفضا بات الرأي المعارض طبعا هذه بعض الأسباب يمكن أن نقترح بعد بعض مخارج للإصلاح وعض الكفايات الواجب توفرها بالنسبة للقائد الناجح القائد المتخلح لا ودى لهم إظهار الاحترام للآخرين وهذه ربما أشار له الزمل حديث مثلا عن مباعد القيم والأخلاق المهنة إظهار احترام للآخرين النزاهة كذلك المرؤى المصداقية الاستقامة العلم المعارفة والعلم واستعمال كذلك أسال التحفيز تنميز كذلك تماسك الفريق وتدعيم تعبئة العاملة تعبئة العاملة من المؤسسة وتوجيه من التطوير وتحسين طبعا أداء المؤسسة لا بد كذلك للمدبر التربوي التتمكن من تقنيات التواصل وتفاوض لا بد كذلك لهذا المدبر التربوي من تملق ثقافة التغيير وقيادة وتدبير وخلافات والنزاعات باستعمال آليات والتقنيات ملائمة في هذا الإطار المدير المؤسسة والمسؤول المؤسسة لا يتخذ بجموعة القرارات هذه القرارات التي تربعا يجب أن تكون في نهاية المطاف قرارات سليمة نعلم سيد أستاذ رقيبي وزمان المتابعين أن القرار هو أهم العملية الإدارية لأنه يدافع المصلحة العامة ولا يدافع المصلحة الشخصية والتالي من يتخذ القرار يجب أن يستحضر المصلحة العامة لا يستحضر كذلك معطيات شخصية أو كذلك الارتكاز على معطيات مغلوطة مثلا يمكن أن نعطيكم مثلا اتباطا بالممارسة المهانية مثلا قام مدير بتفويد مدرس مكان آخر وتم طبعا تكليفه بمهمة بمؤسسة أخرى لهدف طبعا من هذا الإجراء هو يعقاء على أستاذ خطوة طبعا لوح و و منزل خاصة لدى المدير و مدلل من لدون القرار لا يستند إلى أي سبب قانوني أو واقعي طبعا هذا الأستاذ متضرر تظلم لدى المدير الإقليمية لكن هذا التظلم لم يحظى بالعناية اللازمة المدير الإقليمية لم تكلف نفسها عناء احترض على التظلم الأول ولا حتى تتاني في إطار التذكير بالتظلم المعنى بالأمر طبعا المتضرر هو الأستاذ تظلم إلى الأكاديمية جهوية المقاررة لإبطال القرار دي التكليف المشهوب بالعيب وإنصاف المعني وجد بالذكر أنه طبعا إهمال الشكايات مواطنة وعدم الرد عليها كتابة يعدن بالاختلالات التي تقف حجرة عثرة أمام التخليق وتطويل الإدارة العمومية أعطيت فقط هنا بعض الأمثلات التي على سبيل اتخاذ القرارات التي يمكن أن تكون لها تبعات ونزاعات وتدعيات على مستوص المؤسس طبعا هناك مجموعة من الموارسات بعض المدارة للقيادة لها تأثير كذلك على تدبير المؤسس منها مثلا حذر مؤشر الجودة وخسارة التقاء وإذ كان مشاريع عدم الإطمينان وكذلك والشك وتنمي الرغبة بكسر القرارات الإدارية والتبرد أحيانا عليها وتصرب كذلك الموظفين واكترة الشواهد وانتقال إلى مؤسسات أخرى هنا يمكن أن ترح تسأل كيف يمكن لروح الممزقة ونفسية محطمة أن تقبل الاشتغال في جو سماته العامة الاحتقان والضغط والتوتر والمعاناة والتعاسى وما إلى ذلك بين كذلك اختلالات عدم التقييد والنصوص القانوني والمساطر عدم الأهلية كذلك والاستحقاق حسب المعمولين وهو الوضع الشاد الذي تستند إليه العديد من النزاعات داخل الإدارة التربط طبعا هناك مجموعة من القضايا التي تطار كذلك داخل المؤسسة نعم سأمر مباشرة احتراما للوقت سأمر مباشرة لأنه ترتبط مجموعة من القضايا المرتبطة بواقع المؤسسات العمومية خاصة المؤسسة التربوية التي ترتبط طبعا ب أنها عندها واقع فيها مجموعة من المشاكل مجموعة من التحديات وبالتالي مفروض أن المدبر أو القيادة التربوية أن تأخذ حذرها أن تأخذ النص الشريعي وكذلك أن تأخذ كذلك أخلاقية المبادئ التي تنجحها في جويد دي المؤسسة وفي تخليق المؤسسة العمومية لأن اليوم في حاجة ما السالسة لأن النصص القانونية هي نصص خاصرة كما نشير كما يعلم الجامع لا يمكن أن تضبط لنا الموظف بشكل قلي ولا بالتالي لا يمكن لهذا الموظف أن تكون له مبادئ وقيم طبعا بالنسبة لبعض الخلاصات دي الأساسي دي الموظف أو دي الوراعة يمكن أن أذكر خلاصات وفيها بعض التوصيات أولا التوصيات وأتمنى من هات ندوة العلمية المتميزة الراهنية كما أشعر لذلك الموظف دي الأكاديمي وغيره من المتدخلين أن نعمل على على إخراج هذه الحيز الوجود في مؤلفين جماعي كذلك لا بد كذلك من أن تكون لدي الإدارة التربوية نظرة شمولية وأن تكون ملمة بأخلاقيات المهنة بالكفايات والمختلف المهارات الإدارية والتنظيم الفكرية اللازمة للعمل الإداري في التنسيق وفي التواصل في التوجيه وتنفيذ الرقابة والتقويم والتطوير إضافة طبعا إلى المهارات الإنسانية والجتماعية على مدير كذلك على مدير المؤسسات كذلك التمكن من أدوات تدبير النزاعات التمكن كذلك من التقنيات البديلة لحل النزاعات خصوصا تقنية التفاوض والصلح والوساطة التي تتيح لأطراف المتنازعة إمكانية توصول إلى حل متوافق طبعا بإشأنه لا بد من احترام كذلك مقتضاية القوانين والنصص التنظيمية المؤثرة طبعا للمؤسسات أو لمنظومة التربية والتكوين بشكل عام لا بد كذلك الابتعاد عن المماطلة والمزاجية في التعامل الإداري لا بد من إعطاء أهمية خاصة للتكوين المستمر في هذا مجال للأخلاقيات المهنة وما حوجنا إلى تدرس أخلاقية المهنة منذ الورج إلى مدرسة العمومية يسوط ببعض التجارب الدولية قبل الصين أو اليابان وغير المؤسسة لكي يقوم طبعا المدير وهو المكبل ويجوع من المهام والاختصاصات لا بد أن استخدم المقاربة التشاركية لا بد أن يعمل بيروح الفريق لا بد أن يتوفر على التكوين على إيدي خبراء في علم التواصل والاتصال والتدبير وإدارة المشاريع المقاولات وأن تكون لهم مرجعية أخلاقية تسعف وطبعا في فضل الموزانات لا بد كذلك تأهيل الإدارة الطربوي تحسين طبعا أداء أطورها وفريقها الطربوي وأن يتسلح بمختلف المرجعية الأخلاقية المهنة المختلف بإضافة إلى المرجعية الشريعية طبعا حتى لا أتخطح حدودي وحتى لا أكون خفيفة الضيل عليكم أقف عند هذا الحد هناك مجمع من القضايا التي يمكن أن ولكن قفزت مرة مرور الكرام على هذه القضايا وأسمحكم ولكن لأن العمل متميز بكل صراحة ندوى في المستوى وخواهم محدودين هذه الأطور لإدارة الطربوية ويقيمة مضافة لهم بالنسبة للتكوين وقد أحسنت بالخسيار ولكن بقية عمل مهم جدا هو العمل اللي يخرج هذا العمل إلى حيز الوجود وهنا أريد أن تقسم معكم تجربة أن صدر لنا واحد كتب المنازعات الإدارية في ضو الحكام القضائية ومستجدات نظام الطربية التكوين وهو من تجد ندوى وطنية وربما قد أرسل إلى جهة تقليمية ودنون هي الجهة التي عزيزها لنا لست أدريها الوصلة إلى المركز أم لم يصل فيها واقع للتدبير الإدارة الطربوية فيها مجموعة القضايا التي يمكن أستفيدة منها الأطور الإدارة الطربوية شكرا ترجمة نانسي قنقر